تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة نظمت الجمعية احتفالا عبر تقنية الاتصال المرئي لتكريم الفائزين بجائزة سموه للعمل التطوعي في نسختها الحادية عشرة وخلال كلمة له في مستهل الاحتفال أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد مفدى وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أبرزت مكانتها العالمية في طريقة تصديها للجائحة لتصبح المملكة مثالا يحتذا به في هذا المجال على مستوى العالم وأضاف سموه أن الجائزة تأتي في هذه النسخة وللعام الثاني على التوالي لتكرم الكوادر الوطنية العاملة بصفوف الأمامية في التصدي لفيروس كورونا عرفانا وتقديرا لدورها الإنساني وإسهاماتها الكبيرة مشيدا سموه في الوقت ذاته بدور المرأة البحرينية الرائد وتقديرا للتضحيات التي قدمتها في مواجهة هذه الجائحة وإثبات قدرتها بكفاءة منقطعة النظير في مختلف المواقع من جهاته يكد سعارة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أن الجائزة قد نجحت في توجيه التقدير والامتنان للعاملين في الصفوف الأولى ممن جندوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم ليخففوا قدر المستطاع من تداعيات كورونا من ناحيته يكد سعارة السيد زايد بن راشد زياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن جائزة سموه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تعد منبرا مهما في تسليط الضوء على النماذج المشرقة والدور الجبار لقيادات العمل التطوعي في البحرين والوطن العربي من جانبه أكد السيد حسن بوهزاء رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة أن مسيرة العمل التطوعي في مملكة البحرين تشهد تطورا مستمرا ومشهودا ما يجسد إيمان القيادة الحكيمة بأهمية التطوع في المساهمة في تطوير المجتمع وازدهاره ومن ناحيتهم أكد المكرمون أن الجائزة نجحت في توطيد الاهتمام بالعمل الخيري والتطوعي وشكلت حافزا كبيرا للتنافس الشريف في هذا المجال الإنساني الذي يستهدف لارتقاء بالمجتمع وتحقيق التضامن الاجتماعي في أروع معانيه وصوره